خمة جي سيفن مجموعة السابع اللي انطلقت أمس الأحد في ألمانيا قرب جبال القلب في منطقة رائعة جغرافيا وبيجتمع فيها رأساء وزعماء الدول السابع الكبرى لها تقريبا دول المحور الغربي لأنه ما فيهاش أي حد من المحور الشرقي هذه المجموعة فيها ألمانيا وفرنسا وإيطاليا دول من مجموعة الاتحاد الأوروبي بريطانيا خارج الاتحاد الأوروبي بعد خروج كندا واليابان والولايات المتحدة الأمريكية دول السبع دول الموجودين النهاردة رأساهم في ألمانيا والملفات اللي بيدرسها الزعماء ملفات المناخ وحمايته والجائحة ومواجهتها وأزمة الغذاء وأزمة الطاقة من جراء الحرب الروسية الأوكرانية وكمان كيفية مساندة أوكرانيا في حربها ضد روسيا ده الموضوعات الأساسية في هذا الاجتماع لك خليني أقول لحضراتكم أنه فيه خبر مهم جدا 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 تم الإعلان عنه وأعلن عنه الرئيس الأمريكي بايدن فين؟ في القمة مجموعة السبعة مجموعة السبعة بالمناسبة كانت اسمها مجموعة الثمانية زمان كانت معها روسيا 2014 روسيا ضمت شبه جزيرة القرن راحوا أعلنت الدول السبعة عزل روسيا من المجموعة ومن ساعتها اسمها مجموعة السبعة كانت اسمها مجموعة الثمانية كان فاكر في 2018 يمكن أو 2019 حضرنا في حضرة غطية هذه القمة في إحدى المدن الفرنسية على المحيط الأطلنطي اسمها بيارتس وكان فيها المجموعة نفس المجموعة وكانت مصر ضيف شرف بصفاتها كانت رئيس الاتحاد الأفريقي وحضر رئيس السيسي هذه الاجتماعات أمريكا بقى في قمة ألمانيا اللي هي القمة دي بتاعت المجموعة السبعة قالت أن هي بتدعو مجموعة السبعة لإيه؟ لجمع 600 مليار دولار لإيه؟ قال لك علشان خاطر نواجه مشروع الصين الحزام والطريق الصين عاملة مشروع بنية تحتها الحزام والطريق اللي بيمر وشفتوها قبل كده أكتر من مرة وجبناها على الخرايط لنقل التجارة من الشرق إلى الغرب عبرها مسارات صينية بتمر في خناة السويس ومصر فيه أكتر من جزء فيها بنتمس مع هذا الطريق والمشروع مشروع ضخم جدا فيه دول كتير جدا الأمريكان ومعامل الأوروبيين قالوا إن إحنا عايزين الاتحاد دولة السبعة الكبرى يخصصوا ويجمعوا ما بينهم 600 مليار دولار علشان نعمل بها مشروعات لنواجه بها مشروع الحزام والطريق وأمريكا قالت إحنا هندفع 200 مليار دولار 200 مليار من هذه المليارات طيب خلينا نشوف الفلوس دي هتعمل بها إيه قالوا إحنا هنعمل حاجة ما يعني بناء عالم أفضل ولازم إحنا الديمقراطية تنتصر على الشمولية وعلى هذه الدول المركزية وإحنا عايزين حرية وديمقراطية فبالتالي لابد إن إحنا لا نقف مكتوف الأيدي وعلينا إن إحنا نساند الدول اللي بتمر بيها هذه المشروعات الصينية ويعني منكفة غربية للصين في مشروع الحزام والطريق تكلف جي سيفن مجموعة جي سيفن 600 مليار دولار قالوا ستقتصر غالبا على استثمارات من القطاع الخاص مع جزء التمويل المقدم من قبل شركة تمويل التنمية الأمريكية وبنك التصدير والاستراد الأمريكي والتزامات أخرى مقدمة من حكومات أجنبية طبعا الوضع في أوكرانيا والتدخم اللي حصل في أمريكا وغيره خلى الجماعة في جي سيفن يشعروا بقلق شديد لكن بين المشروعات اللي كشف كشف عنها خلال مبارح خلال يوم أمس مشروعات للطاقة الشمسية في أنجولا بقيمة 2 مليار دولار في أفريقيا وعقد تبلغ قيمته 600 مليون دولار لإنشاء كبل اتصالات بحر يربط بين سنغافورة في جنوب شرأسيا وفرنسا في غرب أوروبا عبر مصر الوقانات السويس ومنطقة القرن الأفريقي وتوفير 14 مليون دولار لتمويل أجزاء دراسة حول وضع تصميم إنشاء رومانيا لمحطة نووية تجميعية صغيرة يبقى إحنا قناة سويس هي المشترك بين الحزام والطريق وحتى المشروع الأمريكاني لمد كبل بحري بين سنغافورة وبين فرنسا هيمر أيضا من مصر كل أحوال إن شاء الله الخير بإذن الله أتمنى وأتعشب أن يكون يعني لنا نصيب في هذه المشروعات خليه بس أقول لحضراتكم إنه القمة دي قمة لمواجهة روسيا قمة لمواجهة تداعيات للحرب الروسية الأوليونية